بسم الله الرحمن الرحيم هذه الأنغيم مقمولة في هذا الشكل وهي هذه العملية دائما تبقى وغالما تبقى وغالما تبقى تبقى هذه العملية تتم بفكرة بسيطة أن تجلب القطع المادة الخامة ومحسوبة حسب القطر هذا الشكل يعمل مثل التيوب يجب البلانك الموجودة ووضعها في الضي 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 الي الضي الضي егод الضي الضي قعم يبقى عندي هنا عرفون فيه عندي هنا بعد كده عندي ابورد دي البلانك اللي بيحصل برضو عندي هنا الاكسلوشن اللي هو الكلابسابل تيوبز كلها برضو اللي انت شايف هي هنا واللي تبقى معمولة من مواد بقى مغزمة مواد بلاستيكية اللي انت تقدر يعني تطبقها وتضغط عليها يبقى زي من شايف برضو اللي هنا ادي البلانك وهذه البلانك اللي انا عاوز بقى النهاية زي النهاية اللي بتبقى كده في نهاية المعجولة للسنان او معجولة السلاء الاحلاح اللي انا بيب بتاعتها بشوف لها نهاية كده خاصة مش فعالك كده يبقى الجزء ده طبعا برضو بيصممه فيه البلانك وبقدر احصل على الابور بهذا الشكل فيه مشوار واحد او استروك واحد انا شوفها برضو هنا في المقطع بسرعة في الجزء هنا باين مقطع يريدك الفكرة بعمل او حصول على الامباكت اكتشتوجن قد أبقى أنه مضح فوقت بالوضع سننزل الابور بهذه البلانك سنجد الابور الآن على قطر الضع ستنزل الابور على القطر الضع سنجد الابور بهذا الشكل سنجد الابور على القطر الضع يلاعق لديه البلانك يوجد عكس إنه يوجد عكس إتجاه البنش يجب ان نتكلمك من الفكرة نريدها بسرعة لكي يكونوا عارفاً ونظر أن البنش ينزل مرة أحداً يجب أن نزل البنش وأنه يكونوا على طول يجب ان تقوم بقليل البنش من الشكل يجب ان نتكلمك من هذه الأسئلة نوع الثاني او نوع اخر من الهيدروستاتيكستروجن وهو غالبا بيبقى دايرت اكستروجن ويتمانس هنا ان موجود هنا الفلويد وتخلي بالك ان الفلويد موجود داخل لكن قبل كده واضحناها قبل كده ان انت عندك الحركة بتاع الرام ده ممكن حطيه بالهيدروليك سيستم او ميكانيكا سيستم المعظم الاشياء اللي عندنا هو الهيدروليك سيستم اللي هو اللي بيحرك الرام هنا لكن هنا بقى عندي الفلويد جوه الكونتينر نفسه مبين مبين الرام ومبين البلت اللي انت حطيتها لكي يبقى تاخد بالك الفلويد دي موجود في داخلي لكن لما بتكلم على الميكانيزم الحركة للرام ممكن يبقى هيدروليك ما ممكن يبقى ميكانيكا دي حاجة تانية خالص برا وخوصا ان معظم الميكانيزم الموجودة عندنا هيدروليك سيستم في بعض الميكانيكا اللي كانت تبقى نادرة شوية لكن احنا بنتكلم هنا في الهيدروستاتيك الفلويد موجود داخل داخل المجموعة نفسيه مجموعة اللي هي مبين البلت ومبين الدمي بلوك بتاع الرام موجودة هيدروليك السوجان في ميزة جميلة اوي اه في ميزة كويسة جدا انت ما عندكش دائرة كونتك ما بين اللي قدامي وما بين البلت وده ببقى كويس جدا وخصوصا للمواد اللي هي البريتك الحاجة الثانية بعض الفلويد اللي اللي انت حطوه بيقلل الاحتكاك في هذه المنطقة وبالتالي انت تغلبت على الاحتكاك اللي كان موجود ما بين البلت و الكنتينر يبقى ان هيدروليك السوجان ذات شامبر اللي هو عبارة عن الكنتينر is filled with a fluid ذات ترانسميت the pressure to the pilt يبقى ان ينفيش هنا البرشان اللي عندي منقول للبلت عن طريق الفلويد وش ازينيك ستواجه ويبقى انت هنا يبقى انت هنا ذات شامبر الموجود في المنطقة دي قلل لك على طول فريكشن ما بين ديوسك دي فريكشن ما بين الانر surface او الكنتينر وعندك outer surface وده طبعا هيدرولي بالتالي power النوع الاخر نتكلم على forward extrusion وال backward extrusion نخلي بالاكم من الرسومات الموجودة موجودة قد ادد دي المتال وتيحطي البلانك الموجودة في الجزء لما بيحصل هنا فلو بيحصل هنا البرس من الرامل بحصل على منتج بقى هنا نهائي لان هو انت اكتنك عملية زي تكون قلوس داي الموجود مبيني الادى 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 الموجود وبعدين عندي جزء هنا مع الرامل الموجود فوق عندي لما باعمل عملية الضغط الموجودة عندي هنا تشكل المنطب بشكل ونهائي فهذا الجزء وانت حصل على جزء كده قريب مرة من قرées وانت بحطي البلانك هنا وانت بحصل الزغط الموجودة في اتجاه الرام نفس الكلام انت حضرت هنا محطوط هنا البرانج وانت بتضغط هنا فبيحصل في الروف الاثنين في نفس الاتجاه مثل اسفورس توزاف لو انزا سام دايركشن ازا بانش دا سام دايركشن ازا بانش دا بانش اقلوزفت ازا داي كافتي تو بريفينت باكورد يبقى عندي هنا بقفل الاثنين بقفلين على بعض بحيث بيديك الشكل النهائي اللي انت عاوزه بديك تعال بقى هنا في الباكورد بقى يمكنه ان دايركت لكن هنا بقى يعني البنش والاجزاء بتاع الدي سيستم بتاعه بيدين الشكل المنتج النهائي يبقى عندي هنا المتر اسفورس تو فلو انزا دايركشن اوزا بص هنا يبقى انت حطت هنا البلانج بتاحت ويبدأ الرام ينزل وانت قافل المنطقة دي كلها يبقى برضا هيحصل فلوه هنا في اتجاه عكسي لاتجاه الرام يبقى دا برضا احنا نسميه الباكورد اكستروجن نفس الكلام موجود هنا يبقى تاخد بالك ما بين الجزئين الموجودة الحالة المهم بتاخد بالك منها الديفيكت طبعا زي اي عميه زي ما احنا قلنا برضا في الرولنج فيه ديفيكتس معانا برضا في الاكستروجن فيه ديفيكتس معانا ناتجة من حاجات كتير من الارغرابات فيه عدم انتظام موجود كده عندك وانت بتعمل مفيش الفلو مش منتظم الفورس مش منتظمة في عندك حاجة عملك مشكلة وعملك عدم انتظام في الفلو بتاع الميترز بتعملك مشكلة نان يونيونيونيفورم فلو الدستروجن بتاع الميترز الموجودة داخليين النمبر افدفكت باندان نخلي بقى فيه عديد من الجزئين عندنا 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 الوالفريكشن وعندنا التمبريتشن فيه فريكشن موجودة عندنا بصرها لدرجة حرارة اللي انت بستخدمها وبالتالي بتقدي لبعض الايوب اهم الايوب اللي موجودة عندنا ما يسمى بالسيرفس كراكيق الانترنر كراكس البيبين دفكت وهنا الشكل اللي قدام هنا زي ما احنا شايفين فيه عند السيرفز نفسه فيه عند مشاكل حتى السيرفز يعني ده بيبقى حاجة مرقية يبقى عندي هنا فيه ممكن بحصل الديفكت موجود عندي وموجود ما يسمى بيه الكراكس الموجود على السطح وديت اسبابها عندنا زي ما انت لو انت مستخدم هاي سبشرتين بريتشا هاي رام سبيل هاي فريكشا ده على طول بيعن احكس على السطح اللي موجود عندي بعد خدا عندنا هنا الانترنر كراكس ودي بيبقى عندنا ودي بدأك حاجة مش مرئية ده يخلو الداخل في السنتر الجزء اللي هو اللي هي الماocalبات البيترية اللي موجودة عندنا وهزي الانترنر اللي ساعيد بيسموها دي يسموها Builder Crack ساعيد بيسموها إنسر كراكس هي ساعيد بيسموها Fearless يعني في موجود موجود تطClintic وزي ما انت شايف chose here الكراكس موجوده هناك لحاجتينه ويموجود برض ونتيجة و انت عندك هنا نتيجة وعندك هنا الكمبرسيف سترس العالي واللي هو ممكن يؤدي الى وجود تنساء سترس داخل السنطر وبالتالي بيعمل تباعد ما بين حبابات وبعضيها فيؤدي الوجود الكراكس عشان اقدرت يعني نفكر في ايه عشان نقدر نتغلب على هذه المشاكل لازم ناخد بالعمل الدي انجل لازم الانجل دي تبقى يعني بالقاش كبير قوي لازم تبقى اغير فيها شوية والفريكشن بردو يكون بردو اقل ما يمكن الرشو ما بين الديامتر الاولاني واللدخشن اللي هيحصل لنسبة كبيرة هتحصل في تخفيض للحصول على الكروز سيكشن اللي انا عاوزه لازم بردو اخد بالي من الشعر دي ما تخلي بالنا من الايوب اللي موجودة عندنا في جزء اخر بردو هنا المنسبوه البيبل ديفيكت والبيبل ديفيكت زي ما احنا سايفين هنا بيحدث نتيجة بقى ان فيه ممكن بقى فيه اكسيديشن موجودة على السطح ممكن بقى فيه بعض يعني المشاكل او العيوب او الشواب اللي موجودة عندنا وبيديني خصوصا بقى على السطح وعلى في نهاية عملية الاكسيديشن بتحصل جزء كده عمل زي السمكة اللي موجودة احنا ساموه الفيش تيلينج هنا ويبقى موجودة عندنا في بعض المنتجات لازم اخد بالي منه وحاول اشوف ايه سواء عندي الفريكشن يبقى مفوض يبقى اقل ما يمكن دراجات الحرارة لازم اخد بالي منها الحرارة المناسبة لكل معدم المعادن وانا شغال يبقى اخد بالي من هذه العيوب يبقى عندي ثلاثة عيوب مهمين نخلي بالي منها surface cracking, internal cracking, pipinging defect دول احدى العيوب او العيوب الشائعة في عملية الاكسيديشن يبقى ناخد بالنا ونحاول بقدر الامكان ان احنا ونزاكر كده نرتب الافكار بتاعتنا احنا برضو خدنا معلومات في محداش عملية طبعا احنا كورس مفووش عملية الحسابية وعملات تحسب الفورسات ازاي الرشو المناسبة تحسب الرشو مبين فعملية الاكسيديشن احنا مخدناش في هذا الكورس الحسابات انت بتاخد فكرة عمل كل عملية ببعض التفاصيل كده احنا نهينا العملية الثالثة في عمليات انخذنا الفورجن اخذنا الفورجن اخذنا غولن اتكلمنا عن بانواحها واهم الدفلس الموجودة فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة